اشتركوا في القناة لخص الله عز وجل كل مواصفات الحاكم العادل الذي هو من أول السبعة الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله سبعة يظلهم الله في موقف حارج جدا من هوله حتى الأنبياء يجثون على الركب من الفزع يوم الفزع الأكبر في ذلك اليوم شرائح سبعة يوفر الله لهم ظلا يعني رحمة واستقبالا عظيما ومكانا عاليا هؤلاء السبعة أولهم الإمام العادل الحاكم العادل في شعبه ما من شعب أسعد من شعب له إمام عادل وما من حاكم أسعد من شعب يحبه ويحترمه ويعترف بفضله هذا كمال الحياة في الدنيا ولهذا يوم القيامة الكل سعيد برب العالمين لكثرة عطاء الله عز وجل لعباده في الجنة هكذا هو الأمر نخص الله بهذه المواصفات كل وظائف الملك العادل أول من أنفسكم حاكم يعرفه شعبه معرفة كاملة فلان ابن فلان ابن فلان من القوم الفلانيين أصله فصله جذوره وراثته سمائله شمائل أهله فهو مطمئن إلى أن هذا من أهله لقد جاءكم رسول من أنفسكم يعرفون محمد بن عبد الله ابن ابن الصادق الأمين فلان فلان فلاني فهم سعداء بحكمه ناهيك عن نبوته إذن من أنفسكم ولهذا من مصيبة الشعب أن يحكمه حاكم لا يعرف أهله ولا نسبه حصل في التاريخ والآن هناك رؤساء وحكام في العالم الشعب لا يعرف من أين جاء هذا الرجل من هو أبوه من هو أصله لا يعرفونهم يعرفون هو كان ضابطا كان كذا كان مرافقا للملك كان خادما عند الملك وما شاكل ذلك وإذا بهي رئيسهم من هو أبوه لا يعرفون من هم قومه لا يعرفون ولهذا يتلكك يتوصل بالعشيرة بالقبيل خلويني منكم أعطويني لغبكم وهذا الذي يحصل وفي عصرنا هذا الذي نحن فيه هناك حكام عرب لا يعرف أحد من شعبهم ممن جاهد الرجل من هم أهله ما هو أصله والناس تقول أصله كذا شكوه كورية بمصيبة السوداء ولهذا إن رئيسا كهذا حاكما كهذا كهذا يذيق شعبه الهوان والذل والخوف انتقاما من شعوره بالنقص تجاههم هم لهم أصول ولس له أصل هم لهم جذور في هذا الوطن وهو لس له جذور لهم آباء معروفون أولئك آبائي فجيني بمثلهم هو لس له أبو معروف وهذا قاسم مشترك قاسم مشترك بين مجموعة من الحكام لا يعرف أحد من أبوهم يا الله من شقائي هذا الشعب لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عانتم تعز عليه معاناتكم كل شعب قد يعاني في مرحلة ما كل شعب إما بحرب أو قحط ما في مطر ما في زرع الموسم سيء هناك أزمة مالية عظيمة نظبت موارد البلد نقطعت المياه هكذا جوائح جاءت كوليرا جاءت طاعون وهذا حدث في التاريخ كله والشعب يعاني معانات حتى يأكل ثيابه يعني في الصومال يأكلون ثيابهم من الجوع في أفغانستان نفس الشيء في العراق نفس الشيء فهذا الحاكم إذا كان من ذلك الشعب ويعرفونه أصلاً وفاصلاً وهو يحبه ما يحبون لا يناموا الليل الحاكم العادل الأصيل المنتسب لشعبه إذا أصيب شعبه بجائحة لا يناموا الليل لا يناموا الليل إذا هكذا هو عزيز عليه ما عانيتم كل أنواع المعاناة تعزوا عليه وتؤرقه حريص عليكم على مصالحكم يعمل ليل نهار لكي يوفر لكم الرفاهية والوظائف والرزق والمستشفيات ويعبد الطرق ويبني لكم الفلل ويوزوا عليكم والبيوت مصالحكم تشغله ليل نهار عزيز عليه ما حريص عليكم كحرصه على نفسه وأولاده بل أكثر من نفسه وأولاده على كل أنواع المصالح التي مدارس تعليم مستشفيات طرق كل شيء بالمؤمنين رؤوف الرحم بشعبه يعايشه المحصن منهم يكافئه والمسيء يعطيه فرصة ثانية فرصة ثالثة فهو كريم معهم إذا أحسنوا وحليم معهم إذا أساءوا هذه مواصفات الملك الكامل والنمسة أصلى باعتباره رسولا شيء مبلغا عن ربه قال أطيع الله ورسوله وباعتباره نبيا له طريقته وسنته قال أطيع الله وأطيع الرسول باعتباره قال أطيع الرسول فقط وأطيع الرسول لأنه ملك حاكم فالنبي عليه الصلاة والسلام باعتباره حاكما وصفه الله بهذه الصفات لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيزا عليه ما عانيتهم حريصا عليكم بالممين رؤوف رحيم خمس صفات هي صفات الحاكم المثالي الذي يسعد شعبه ويسعد بهم وهكذا في الجنة في الجنة فيها ملوك عجب يا علي إنك ملك الجنة وذو قرنها صور أنت بمملك علي ملكها وعلي عليه السلام كان في الدنيا كيف كيف بالآخر في الجنة وملوك الجنة لا حصر لهم مليارات لأن الجنة ملك أقل واحد فيهم بقدر الدنيا عشر مرات إذن كم هي الجنة الكون اللامحدود وكون دائم النمو يعني قوانيا ليس في وسع عقلك أن ندركها فمن سعادات أهل الجنة أن الله ينصب عليهم ملوكا يعشقونهم ويتلذذ بهم كلنا نعرف الآن هناك رؤساء وملوك وحكام هنا في الدنيا من دماثتهم من كرمهم من أصلهم من نقائهم من حلمهم الناس يسعدون بهم سعادة هائلة إذا جالسوهم في مجالسهم إذا رأوهم في الطريق إذا كلف أحدا من شعبه بعمل يسعدون به سعادة هائلة إذا ذكروه في مجالسهم يسعدون يسعدون بمعرفة أخباره فكيف بالجنة إذن لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عاندتم تعز عليه معاناتكم هناك أناس ملوك الآن هم الذين يخلقون المعاناة لشعوبهم كما ترون بالمؤمنين رؤوف الرحيم طيب إذن هكذا هو الأمر إذا لم يكن حاكمك من أهلك وتعرف تفاصيل نسبه وتعرف أهله وتشعر بأنهم بس مش تشعر هو حقيقة أنك منه وأنت منه جد كان يعرف جدك وجدك كان اشتغل عند أبو جد وعمك كان خال أبوك وهكذا كل واحد عند ذكريات معه مع أبيه مع جده مع أخواني مع أمامه أسرة واحدة هذا من السعادة وبعد ذلك هذا إذا أصبت بمصيبة هذا الشعب سواء كان شعباً أو فرداً أو عائلة إذا أصبت بمشكلة بمعاناة تراه أول الواصلين إليك وإذا أصيب شعبه كله بجائحة مرض طوفان عدو انكسار أي شيء وهكذا الدنيا ما تخلو من هذا لا ينام الليل لا ينام الليل حينئذ إذا أساء أحدكم عفى عنه ما لم يكرر عن قصد يكون حازماً هو حازم بغير عنف ولكن لطيف بغير ضعف هكذا هم الحكام الذين يسعدون شعوبهم والعكس صحيح حاكم ولا تعرف لا تعرف منين جاء هذا ضابط بتعرف كان خادم عند الملك وما يعرف أصله منين أبوه منه ما تعرف منين جاء ما تعرف وإذا به يذيقك الخسف يمزق بلادك يذهب ثروتك يجوع شعبه بعد غنى يخيفه بعد أمن يمرضه بعد صحة وعافية يشقيهم بعد سعادة وألفة ليش مجهول فرض عليهم فرضاً كالطاعون مهما زوقوه وطاعون ثم يذيقهم الهوان يضعف تلك الدولة يمزقها يهيئها لأن تحتل لأن تتفرق يقتل أبنائهم يستحيي نساءهم سوى لما كنا نقرأ عن فرعون يقتل أبنائهم ويستحيي يقول كيف هذا الآن هذا يحصل في القرن الواحد والعشرين يحصل في دولة عربية يقتل أبنائهم وسهي نساءهم هذا من نقمة الله عز وجل على هذا الملك الذي سوف لن يبقى له أثر من التاريخ ومن الحقائق للشاكمة نذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سوف أصلم في هذه الآية جعله الله أنموذجا للحاكم الصالح لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسن كل شيء عظيم رب العالمين وهبه هذا النبي الكريم لكي يكون قدوة وأسوة قدوة في الإيجابيات وأسوة في السلبيات فبهداء مقتده في صالح الأعمال وأسوة تأسى إنما الدنيا شجون تلتقي وحزين يتأسى بحزين مش يختدي تختدي بيه في الفرح في الإنتاج في الإنجاز وتتأسى بيه في الصبر على أمراض في الحلم على جاهل في الصبر على جوع هذا ليس أمره الطبيب الآسي الطبيب يسمى الآسي في اللغة العربية لأنه يؤس الجراح وشافيها زين وحينئذ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة عندما تكونون في ضيق وفي شدة تأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يحكمكم وعليكم أن تصبروا إلى أن يبعث الله لكم ملكا يقتدي برسول الله بعد أن تكونوا قد تأسيتم به أنتم في آلامكم ومعاناتكم ولهذا كما قلت كما قال عليه الصلاة والسلام أول السبعة الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظل في ذلك اليوم العجيب إمام عادل وساعة من إمام عادل تساوي أو خير من عبادة الستين أسألنا ليش أنتم تعرفون أن الفرح من نعم الله قل بفضل الله ورحمته وبذلك فليفرحوا فكل من يدخل السرور على قلب آخر ما أن يموت حتى يعيش في جنة كيف كل من أدخل السرور على قلب عائلة أو قلب شخص في عيد أعطاه كسوة كان مزيدون وطلعه كان مزيدون وفع عنه أدخل عليه السرور بشكل ما يخلق الله من هذا السرور ملكا من أجمل ما يكون كما قال ليالياني منكم أصحاب العقول والحكمة الوجه الحسن فيه جمال وفيه راحة وطمأنينة للإنسان عجيب يعني لما يكون أنت مع إنسان رجل وقور بس وجهه جميل جدا تأنس به أنسا عظيما ناهيك عن أن تجنس لأمرأة جميلة هذا اللي جنة قيس وجنة كثير وجنة غيرها وغيره الوجه الجميل فالوجه الجميل مؤنس خاصة لما يكون بالرجل وقور وجميل ومبسوط وفيه رحمة وفيه كبر وفيه وقار تلتجس معه سنت ما تمل فرب العالمين عز وجل يخلق من هذا السرور الذي أدخلته على بيت فلان سريتهم كانوا في مشكلة في معنى في كآبة في ظنك فرحتهم فرشت عنهم من هذا السرور يخلق الله رجل أول ما تموت وهو معك تشعر براحة واطمئنان وسعادة لا يمكن وصفها إلى يوم القيامة وعندك هذا الأنيس يحكي لك وسولف لك وكأن أيام البرزخ أيام المثواني لما تبعض يقول شب سرعة خلصت فهي يمكن ألف سنة فإذا كان سرور واحد يسبب لك كل هذا الخير فما بايك لما تسعد شعبا كاملا وهناك ملوك في التاريخ أسعدوا شعوبهم سعادة عظيمة بالعدل والإنصاف والإكرام يعرفهم ويعرفونه يأنسوا بهم ويأنسون به هم أهله وهو أبوهم وأخوهم وزعيمهم وحاكمهم وملكهم هذا حينئذ يكرمه الله إكراما خير من العابدين ومن العلماء ومن المجاهدين ومن الشهداء أول زمرة أولهم إمام عادل ألا إما العادلون ولهذا ما من شيء أعظم من العدل يوم القبل إلا هذا يسمى الله نفسه العدل إن الله أمر بالقصد وأقيم وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم أوله العدل مش العدل القصد القصد أن ترفع الظلم وبعدين تتعطيه حقوقهم يجيب العدل هي مرحلتين فالأولى العدل القصد قل أمر ربي بالقصد إن الله يأمر بالقصد القصد أن ترفع الظلم أولا ثم تعطيهم حقوقهم هذا هو العدل في مرحلتان قصد ثم عدل هكذا هو هذا الإمام العادل وما عد انتقص على هذا ما هو وضع الحاكم الظالم نكمل بعد الفاصل نعود إلى ما كنا نقول إذا كان الحاكم العادل إلى هذا الحد من الكرم عند الله عز وجل فماذا تقول في الحاكم الظالم الغريب أن لهذا الكون قوانين غير مكتوبة قالوا كوني لا يختلف ولا مرة كل حاكم يقتل شعبه يزول هو وطائفته وجماعته وأسرته وأهل بحث لا يعود أبدا ولا يذكر إلا باللعنة والتاريخ مليء كل من يعمل القتل طبعا أنت هذا فرعون علينا كنا نقول كيف هذا يفعل هذا يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم وفعلا تلك العائلة العريقة العائلة الأولى الفرعونية والثانية والثالثة عاشوا ألفين سنة أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحته لأن هذا الوحيد بهم بها استلالة طيبة العريقة هذه هذا الوحيد قال أنا الله أنا ربكم العلا ويسوى فرق تذبعه كما هو الآن ناس موجودين يذبحونها شعوبهم ويقتلونهم ويسموهم الشبيحة ويسموهم كتائب ويسموهم معرفة كما فعل فرعون لكن فرعون كان سلالة عظيمة هذا الوحيد فيه مثلا فبين يجوا مجهولين ما يعرف من أبوه ما أعلم من عشرية من أي قبيلة ما أحد أعرف غريبا أن هذا الشعب مدسوس فيهم من قوائل هذا الكون أنهم لا يمكن أن يبقى منهم ولا واحد إلى يوم القياه يختفون من الواقع باللعنات أقرأ التاريخ في عصر الحاضر رأينا جماعات وأحزاب وفئات وطواف حكمت عشر عشرية ثلاثين خمسين مئة سنة لكن ذبحوا الناس قتلوا الناس اختفت وذهبت بحالة غريبة وبأبخس الحالات ولم يبقى لهم ذكر فهل تسمعوا لهم ركزة ما فيهم قيمة وعندما ذكروا يقول لعنهم الله يا الله يا الله يا للهواء كما يلعن إبليس يعني هذول من عشائر وقبال إبليس كلما ذكروا لعنه كما أنك كلما ذكرت إبليس لعنته من أجل هذا تعرف الفرق عاد حيذ إذن يوم القيامة بين حاكم يظلم شعبه ويذبحه يقتله يستحيي نساءه يأمر جنوده بالاعتداء باختصاب أطفال والفيتيات الصغيرات يعني قبل أن يذبحوا يقتصبونهم هذا لا يمكن أن يكون من هذا الشعب قطعا هو مجسوس عليهم فرض عليهم لماذا؟ فيه مطمع فيه هذا الشعب شوية ثروة شوية معرفة إيش جابوا هذا دخسوا وهيئوا وبدأ واتهت مهمته يرمونه في الزبالة ومن عانى ظالما على ظلمه سلطه الله عليه كل من يعين الظالم رب العالمين يصلت في النهاية هذا الظالم عليه حتى يمحق به الأرض ولذلك الحاكم العادي رب العالمين سبحانه وتعالى ذكرنا حاكم عادي لضربها المثل إني وجدت مرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم شوف الرقة لما جاء كتاب سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي واتون مسلمين ما قالت لا معرف إيش لا 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 دعات الشعب جماعتهم الكبراء أصحاب الراي يسمون ملأ الملأ في القرآن يعني أصحاب الراي أصحاب الحل والعقد كل ملك عادل يستشير وجهاء البلد يسمون ملأ بيهم كبار السن بيبعدهم تجارب والتصاقهم بالشعب يعني عضوي ومباشر فعندهم آراف يقولوا يا طويل العمر يا صاحب الجلالة يا فلان الرأي كذا الرأي كذا يطلعونه برأي وحين ذي ربعهم هذه المرأة خلدها في القرآن الكريم تلدعها على الملك الكامل المتكامل قوة وعظمة وحكمة قالت يا أيها الملأ إني أرسل إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعالوا علي يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون تشهدون شوف الإحترام هؤلاء الرؤساء يخاطبوا جماعتهم بالنعال يا كلب يا حقير يا كذا قالت إذن هي عصيلة برت ملوك قالت يا أيها الملأ أيها الوجهاء أيها الحكماء هذا الملأ أيها يا أيها الملأ ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قلوا لي شو رأيكم بعدين هي حقيمة قالت لا نحن ألو قوة وألو بأس شديد وحنقاتل والأمر إليك قالت لا مو هذا الراي إن الملوك إذا دخلوا قرية نفسدوها وجعلوا عزتها وإني مرسلة إليهم بهدية السياسة التألف ادفع الشر ادفع الشر بقصبة هكذا هو الملوك الحكام ولهذا بالأخير فهمت وآمنت بما جاء به سليمان وأسلمت لله مع سليمان والحمد لله رب العالمين خلدها الله على هذا لاحترام شعبها متواضع مع شعبها تحترم وجهاء شعبها ما تهينوا متحقرهم واتمن عليهم وبعدين كانت في غاية الحكمة والسياسة وهذا كانت ملكة في الدنيا وأصبحت ملكة في الآخرة وهناك ناس تلعنون في الدنيا وإنما في الآخرة ليش؟ مو مالملك ناس هايفين هذه وحدة أصيلة ولهذا يا ابني على الأصل دور على الأصل دور هذا أساسي ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء الحكام الناجحون جذور عميقة في هذا البلد فلان 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 وفروع هو وأولاد وعطاء ومشاريع هذا هو الملك أما واحد منبت ما ترث منين إن المنبت لا أرضا قطعة ولا ظهر أبقى واحد ما تعرفه اشتثت من فوق الأرض ما لها من قرار هذا شجرة خبيثة ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة التي اشتثت من فوق الأرض وقالوا ترون تسمعون الآن كيف تشتثون اشتثاث الأرمونة بالزبالة قد ما آذ شعبه وأفقر شعبه وسرق شعبه وغش شعبه وجثم على شعبه كأنه عبيد عند أبوه حينئذ رب العالمين يقول لا ينبغي أن يكون الحاكم منكم من أنفسكم عزيز عليه ما عاندتم إذا أصابتكم معاناة ما ينام الليل من الألم بالمؤمنين حريصا على مصالحكم بحرص هائل يتفنن في إسعادكم وينجاج مصالحكم بالمؤمنين رؤوف بهم إذا أساءوا ويغفر لهم وحليم عنهم ويعلمهم ورحيم إذا أحسنوا وضعف الأجر وضعف الحسنات وضعف العطاء هذه الحكاية أما أن يقتل الحاكم شعبه تأسمعوا اسمعوا والله لو عاش ألف سنة كما عاش نوح عليه السلام وهو من الحكام العادلين وهو ملك وهو ملك لأنه نبي ورسول وعاش بأسعد ما يكون الملك ثم مات كأنه عاش يوم أو يومين فما بالك بعشر عشرين ثلاثين سنة يذب بعدها أول إلى مزبلة التاريخ ملعون يضرب به المثل بالظلم والاستباحة ومشاكل ذلك ويوم القيامة تعالوا شوفوا ماذا بهذا ماذا يحدث له كما قال عليه الصلاة والسلام يقول نبصة على إمام العادل ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم فإذا كنت مظلوما فدعوتك مستجابة وإذا كنت إماما عادلا فدعوتك مستجابة فإذا كرمك الله عز وجل بحاكم عادل والتقيت به يوما وصار بينك بينه مباسطة بالكلام قل له يا صاحب الجلالة يا السمو الأمير يا حظة الرئيس الله يخلك دعيني دعوة قل الله هو محسن الخاتب الله يفتح لك لأن دعوته مستجابة هذا واحد إذن إذا كنت ظالما وأنت في حكمك ظالم واحد دعا لك والله ينزح الله بك الأرض فكيف ذا الشعب كله يدع عليك حتى إبليس ممثلك ولهذا عليك أن تعلم كما قال سيدنا عمر والله لو عثرت شات بالعراق لسألني الله عنها لما لم أمهد لها الطريق وهذا صحيح وهذا صحيح إن امرأة دخلت النار في هر يا جماعة إن امرأة امرأة صالحة معتها إذن صوامة قوامة إن امرأة دخلت النار في هر حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل خشاشة واحدة كانت قطة معتذية وتأكل اللحمة وتأكل معرفة إيش فضجرت منها هذه المرأة الصالحة خلت الورفة وخلت البيب بالملايين الصور ألف سجين في غرفة صغيرة بحيث لا يقعدون والله لا يقعد ينام وهو واقف ويبول وهو واقف وهذا هذا حاكم حاكم وديمقراطية ومش عارف إيش وكلام فاضي يا حاكم وشعبه بيستجون بهذه الطريقة وأنا رأيتها بعيني والله بعيني رأيتها ما لك مكان تقعد لأن أنت غرفة وفيها ألف واحد بحيث يا أذوب أنت بس تتنفس تنام وأنت واقف ويأخذوكم ساعة باليوم حتى تقضوا من الحاجة واللي ما يلاحق يبول على نفسه واقف وقوف وما في أكل باليوم يومين ما في أكل وهذا حاكم في القند الواحد والأشرين يا الله مع كل هذا الإعلام والإعلام جبان ومنافق وساكت عندما يشاء يفضح الحقائق وعندما يشاء يسكت ولكن الله يعلم ولا تحسب أن الله غافل ورب العالمين هذا الحاكم الذي يفعل هذا بشعبه بالدنيا قبل الآخرة يجعله هولة يجعله أمثولة وينقطع ذكره إلى يوم القيامة ويذكر لعانه الناس ويوم القيامة له عذاب لا يمكن لأن تتمناه لعدوك يقول عليه الصلاة والسلام عن أنس يجاء بالإمام الجائر يوم القيامة فتخاصمه الرعية فيفلجون عليه يعني أنت إذا عندك يعني هذا الإمام الآن بعض الحكام طلعوا طلعوا أهم باحترام في واحد أين طلعوا أهم باحترام وهذا من كرم الله على الشعب لأخلاقه العالية وهذا الحاكم كان موضوعي هو عاقل خلص اللي أربع إيش أنا كفاية علي وعندي سعمائة مليار كفيني طلعوا بهدوء لو حاكموا هذا الحاكم وجاء واحد قالوا أنت قتلت ابني غدرا يعني حيعاني من هذه الحالة والصحف والناس وتدفل عليه ويا ظالم فكيف بمن قتل شعبا كاملا الحديث يقول كل شعب هذا الظالم يأتي يخاصمه فيفلجون عليه كل واحد يقول له مصيبته كأنهم شخص واحد يعني يوم القيامة قوين هائلة كل شعبه كأنه شخص واحد يحاججه وهو يسمع من هذا كما لو يسمع من الكل أنت سويت بيه كذا كذا ويقول صح فماذا عليك أن تعرف ماذا يجري هذا الملك يجعب الإمام الجائري يوم القيامة فتخاصمه الرعية فيفلجوا عليه يعني يقيموا الحج عليه يعتنف في كل جرائمه فيقال سد ركنا من أركان جهنم تخيل هذا الجهنم سكبرها يعني بقدر تريليونات المرات وأكثر من هذا طبعا ما لا عدد وبها بها أركان أركان نعوذ بالله منها كل ركن شوان لما أنت تخلي ركن خاص للملك يجلس فيه أو لأبوك عند غرفة خاصة جميلة هي ما تأبوك هذه مثلا أو في مجالس أو في كازينه جميل على النهر وفي مكان خالص الذي كما يسمونهم الـ VIP مكان راقة جدا هذا سيسد ركن خاص في جهنم نعوذ بالله منه ما يدخلون به إبليس نفسه قلوا سد هذا الركن هذا في هذا الركن تأمن وكم أشده 20 سنة 30 سنة 40 سنة 50 سنة وبالتالي هذه المصيبة السودة من أجل هذا من يولى على الناس فالحساب يوم القيامة شديد زين يقولنا صلى الله عليه وسلم أفضل الناس عند الله منزلة يوم القيامة إمام عادل ورفيق مو بس عادل عن المدن وذود يشوف عبي الشراء يسلم عليه يمزح مع العجوز يمزح مع الرايح والجاي وكأنهم أهل مثلا وما يستنكر منهم حتى لو أسأى أحد معهم يعني قد تأخذوا هيبته لكن يبتزم للكبره ولشدة حلمه زين وشر عباد الله عند الله منزلة يوم القيامة إمام جائر خرق مبجأ أحمق هاي كلامه تصرفاته حتى طريقة انتقام طريقة حكم مقززة هذا شر الناس يوم القيامة طبعا تعرفون أن النار دركات كما أن الجنة درجات ووالله إن كل بين درجة ودرجة كما بين السماوات والتوارد كما أن كل بين كل دركة ودركة من النار كما بين السماوات والأرض وإذا كان النبي كما قال يؤتى بأسعد إنسان في الدنيا أسعد إنسان إمبراطور عاش ألف سنة والناس كلهم يطيعون له ثم مات ثم شم فقط بس شم رائحة النار فقط شم مو بس رائحة النار من بهاي هاي رائحة النار فلما شموه قال له أرايت نعيم من قطر يقول له فقط إذا شم رائحة النار تنسيه كل النعيم الذي رأاه في حياته حتى لو عاش ألف سنة إمبراطور الرايحة فقط فما بالك لو دخلتها زين يقول ابن مسعود كما قال عليه الصلاة والسلام أفضل الناس عند الله منزلة يوم القيامة إمام الرفيق عادل الرفيق وشر عباد الله أي عند الله منزلة يوم القيامة إمام جائر خرق وعن عبد الله بن مسعود قال قاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أشد إن أشد أهل النار عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو من قتله نبي هذا بنشر الناس الثاني من إمام جائر الصور وعد ختل سيدنا داود وسيدنا سليمان وسيدنا بعض من مقتولين يعني الأنبياء السابقون سيدنا يحيى وبالتالي شنو هذا الذي يغتل النبي مصيبة وكذلك من قتله النبي النبي لا يغتل له واحد ما يؤس منه وإمام جائر شر الناس شر الناس من قتل نبيا وإمام جائر يعني الإمام جائر بمستوى الذي يقتل نبيا يا الله نكمل بعد الفاصل نكمل ما كنا نقول يقول عليه الصلاة والسلام أربعة يبغضهم الله عز وجل وأنتم تعرفون أن الله إذا حب عبد نظر إليه وإذا نظر إليه فلا يعذبه أبدا هناك عمال تجعل الله يحبك يحب التوابين يحب المتظاهرين يحب المتواضعين يحب 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 فإذا حبك الله عز وجل فلا يذرك شيء أوح فماذا لو أبغضك وإذا أبغضك الله فالويل لك ورب العالمين لا يبغضوا إلا كما يقول المصريون في الشديد الأوي يعني واحد عمل شيء لا يمكن الصبر عليه منهم البيع والحلاف واحد عدوا محل يحلف والله العظيم هذا راس ماله كذا حتى يمشيه وكذاب والله هذا من فلان شيء والله هذا من فلان شيء يحلف على كل جزئية وهو كذاب يبغضه الله لحتى لو صال مليونير قد يبد الله له ليزداد إثما بس يبغضه واحد والفقير المختال فقير وبعدين شايف نفسه متكبر على الناس ومش لا يأكل وشايف نفسه يعني يتعالى على كل الناس يبغضه الله عز وجل والإمام الجائر الإمام الجائر يبغضه الله إذا أبغض الله عبدا لا يرحمه أبدا ولا ينظر إليه أبدا أنطل حبل عبد الله على النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا أيها الناس لا يقبل الله صلاة إمام جائر يا جماعة في ناس في ناس ملوك يصلي وصوم نعم بس هو ظالم سجونه مليانة ويقتل ناس بالعشرات ويصلي جمعه وصلاة وكذا وعنده مسجد يعني مسجد لا يقبل الله له صلاة أبدا كان زمن سيدنا عمر بن عبد العديد واحد ملك من ملوكه في أفريقيا كان ذكارا ويصلي 24 ساعة ويصلي الصبح وتهجد وبعدين يذكر الله 24 ساعة فإذا يجابه له واحد مخالف مخالفة بسيطة يمكن مدافع الرسوم ولا شيء ولا مجاب خراج أو مخالفة بسيطة ويقول الله سبحان الله سبحان الله افقه عينيه سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله اقطعوا يده وبالتالي هذا الجائر لا يقبل منه عمل أبدا أي عمل من الأعمال الصالحة لا تقبل منه ولا تفجل له ما دام جائرا كان شوية الكافر الذي لا يؤمن بالله ما لا علاقة لأنه شرط القبول للإيمان وكما لا يقبل عمل الذي لا يؤمن بالله لا يقبل عمل الإمام أي الحاكم الذي يظلم شعبه يقول عليه الصلاة والسلام هذه هذه مصبت المصائب لو صح الحديث رواه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يقبل الله لهم شهادة أن لا إله إلا الله يا الله يعني قد الله سبحانه وتعالى ما يقبل منك الصلاة ما يقبل منك الزكاة ما يقبل منك الشهادة يعني أنت خالف في النار الذي لا يقبل الله شهادة لا إله إلا الله منه هو خالف في النار حديث يقول قاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يقبل الله لهم شهادة شهادة أن لا إله إلا الله فذكر منهم الإمام الجائر تأمل تأمل إذن أي مصيبة هذا الحكم إذا كنت ظالما يقول عليه الصلاة والسلام يعني بيئلك ليش أحيانا رب العالمين يسلط منك ظالم على شعب قال عليه الصلاة والسلام كما رواه الحاكم وقال صحيح حسن قال ما بخس قوم للمكيال والميزان شعب شعب كله صار غشاش بالبيع أنا أعرف بعض الشعوب الآن عارفهم رأي العين أحد الشعوب الآن أصيب بمصيبة أصيب باشتياح بكارثة ما عاد في أمانة نادر يعني شع عندهم الزيف والتزوير والبخس الميزان والمكيال والاحتيال والقتول يا لطيف يا لطيف إذا شع هذا في شعب صلت الله عليهم الإمام الجائر إذن الإمام الجائر يسلط على شعب فيه ظاهرة عصيان عامة مش أفراد عصون في ذنب شع بينهم كان يمنعوا الزكاة كلهم كان يبخسوا البيع والميزان مش أمناء بشكل أصلاة ظاهرة فإذا شاعت الجريمة المعاصي واحد الكبائل شاعت حتى صاد على في كل بيت إلا من رحم ربي رب العالمين يعاقبهم بإمام ظالم لأن إمام الأشقى من شعب يحكمه إمام قاسي جائر قاتل سجون مليانة بالتعذيب وهذا حصل ورأينا هذا بعيننا يقول عليه الصلاة والسلام لا تقدس أمة لا يقضى فيها بالحق ولا يأخذ الضعيف حقه من القوي يعني إذا وصل الحال إلى أن ما في حكم بالحق وساطات وجاهات ورشاوة ما في حاكم عادل قاضي عادل هناك حكام بعض القضاة القضاء اهتز والقضاء علامة صلاح الدولة يروع عن شرشل ودولة الغربيين لعدهم أخلاقيات مع حكامهم إذا كان هناك حاكم له بعض الصفات يمجدوا ويضخموها على خلاف العرب في بعض الأحيان أو بعض الشعوب العربية مهما كان الحاكم صالح يحاولون يشهون سمعته هذا موجود للأسف الشديد عقد نفسية يقول عن شرشل أنه لما اشتاح الألمان بريطانيا وقصفوا لندن سألهم سؤال هل لا يجايا القضاء في بريطانيا سليما قال نعم قادر لا بس سنصمد من أن تصر فعلا بالعدل تقوم السماوات والأرض الحديث يقول هذا لا تقدس أمة لا يقضى فيها بالحق ولا يأخذ الضعيف حقه من القوي غير متعتع هذا ما اقتبسه شيرشل هو مش قول شيرشل لقد قاله محمد قبل شيرشل بخمسطعش قرن الفرق بينه وبين محمد وبين هذا شيرشل شيرشل عنده شعب يبحث عن حسناته وحن عندنا شعب اللي يكفر واللي يقتل واللي يصحل واللي ينفر واللي شيوعي واللي معلماني واللي يا لطيف يا لطيف يقول عليه الصلاة والسلام هذا على مو بس على الملوك كل واحد صار عنده سلطة يعني عنده سبعة عشر ومستعاش عشرين ثلاثين خمسين واحد هو يحكمهم مدير عام وطبعا الوزير هذا من على الحاكم يعتبر حاكم وكيل وزير مدير عام رأي ضابط بالجيش عنده جنود قائد جيش عنده ضباط يعني واحد عنده مجموعة يحكمهم من ولي أمة من أمتي جماعة من أمتي بظيفة بجماعة بحارب بجيش إلى آخره قلت أو كثرت في حديث ما من أميري ثلاثة في حديث ما من أميري عشرة يعني أنت واحد إذا عندك شرطي عنده خيطي عنده شرطي يحكم عليهم إذا رئيس عرفاء عنده عشر شرطي يحكم عليهم هذا أيضا مسؤول يعني ينطبق عليه هذا الحديث ما من ولي أمة يعني جماعة من و أو مجموعة من ولي أمة من أمتي قلت أو كثرت ثلاثة ما فوق فلم يعدل بينهم كبه الله على وجهه في النار شكوا رب العالمين صلى الله عليه وسلم يقول يأتي ويأتي ملك أخذ بقفاه أو الملك ويمكن يشير جبل فالملك يشير هذا مثل الذبابة مثل القطوة سالوا منها على جهنم وجاب الثلاثة أو العشر اللي كانوا يكونهم شو رأيكم فيه قالوا لا والله كان عادل أطلع الجنة قالوا لا والله كان ظالمنا بس بس في تعيده وإذا هو فيما هواه سبعين خريفا بس يفتعيده الملك ويطيح هذا بجهنم سبعين سنة وينزل حتى يصل إلى إلى مكانه في النار يا الله يا الله يا لطيف يا لطيف يا ستار وهذا كان بعض الصالحين لما يجبروا على القضاء على الاستير والي تعالف الاستير والي هو طبعا بالعاصر كبيرا فالخليفة في بغداد أو في دمشق ويبعث منذ مدير أقليم قطر جاستان وفغالستان ومش عارف ايش والديلم والترك والمصر والمغرب يبعثون الولاد إذا كان أمير ثلاثة هكذا فما بالك بأمير الشعب ونقرأ في التاريخ عن بعض سموهم قبل العمال العمال يعني مدير الأقليم مما يعادل المحافظ الآن والله في ناس أحسنوا وعدلوا وفي ناس نعوذ بالله عادوا فسادا نهب الأموال وحط ضرائب وشعر عمال أعجيب يقول من ولي أمة من أمتي قلت أو كثرت فلم يعدل بينهم كبه الله على وجهه في النار يا رطيف حاكم حديث صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه إن في جهنم واديا وفي الوادي بئر يقال له هب هب صورة وادي كل نار وبهذا الوادي في بئر عميق كل نار أخرى لا لأنك النيران متعددة النيران بين كل نار ونار كما بين الماء والثلج إن في جهنم واديا وفي الوادي بئر يقال له هب هب حقا على الله أن نسكنه كل جبال عنيد فلن في حكام بتاريخ الإسلام جبارين يعني يقتل كما يقتل الذباب وبالتالي هذا الجبال العليد لا يسمع كلام لا يسمع لا عنده مرسشارين وراهي فوق الكل وظن نفسه أفهم من الجميع هذا موجوده في التاريخ القديم والمعاصر شايف نفسه أنه اللي يفهم هو اللي وإذبحه أعدموا أقتلوا أسحلوا أحرق هذا في هذا التنور في هذا البير اسمه هب هب نعوذ بالله منه إذا كان هذا الذي شم رائحة النار من بعيد قال والله ما رأيته نعيما قط تنسي النعيم اللي شافه وقال يؤتى بأنعم رجل في الدنيا ملك الدنيا كله يعني الآن لو سألناك سؤال من هو أنعم رجل في الدنيا مثل رئيس أمريكا رئيس روسيا ولا ما نعرف يعني سابقا كانت تحادي سوفيتي يملك نصف الكرة الأرضية وأمريكا كانت مملك نصف الكرة الأرضية ماذا لو ملكتك كل الكرة في أمبراطورية اليونان والرومان والفرس وبجاههم أبو العرب أبو جديدهم فترة حكم العالم من مشرق الشمسي إلى مغربها هذا لو بس شمموا رائحة النار ينسى أقول ذلك النعيم فكيف في الوادي وبداخل الوادي بير والله واحد بس خير هذا تنقطع أنفاس ما ينام الليل ولهذا من ولي القضاء الذبح من غير زكين فما بالك من ولي الحكم الله يكون في عونهم لكن طبعا إذا كنت بالمقابل لو كنت عادل أول من جماعة يخشون الجنة ملوك والناس كلها تنظر إليهم أمام الملأة الأعلى وأمام البشرية كلها تطلع ينادى منادي فليقم فليقم فلان يقول ينادي منادي أين الذين كان حقهم على الله فيقومون يومئذ وهم قليل اللي كان إمام عادل واللي كان عالم عامل واللي كان مصلح بين الناس ويعمل مجموعة من الناس يخشون ملوك وأهل الجنة يأنسون بهم من نعيم أهل الجنة أن هذا ملكهم يا الصور أنت بكرة أنت جنة وملك عمر أو سيدنا أو بكر أو سيدنا عثمان أو ما بالك لو كان ملكك علي الشخص الثاني بعد رسول الله أنت تصلي به طول عمرك اللهم صلي على محمد وعلي محمد كما صليت على إبراهيم ما على إبراهيم هذا الذي تصلي عليه كل عمرك هو ملك الجنة التي أنت فيها يا علي إنك ملك الجنة وذو قرنيها يا الله يا الله ما من أمير عشرة أنا قلنا أنك ثلاثة هذا حيث آخر عشرة يبدو لحالة معينة ذيك ثلاثة هذا عشرة في حالتين ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا لا يفكه إلا العدل أحيانا أمير ثلاثة بسطاء وحيانا أمير عشرة مهمين أو العكس يقول عليه الصلاة والسلام أرض علي أول ثلاث يدخلون النار الناس وقف بيوم المحشار وخاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وكأن على رؤوسهم الطير والكل يرى الكل ويسمع الكل هل تريليونات من البشر لا حدودة لهم أن تنشف مضغرات بتلفزيون على مد البصر تخيل يوم المحشر جميع البشرية من آدم إلى تقم الساعة جميع اليونان والرومان والهند والعرب والمسلمون والأمريكا وأوروبا والعالم على كل ما الألفين سنة أو الثالث سنة كلهم على أرض واحد أرض كالنقي كخبز النقي كقرص النقي أرض ليس فيها معلم أرض بيضاء ليس فيها معلم كأنها على رخام والناس واكفة ما في حدود لكثث الناس ولكن من يتكلمون معاك وتكلم معاك الكل يسمعك والكل يراك قواهين أخرى يوم القيامة قواهين سوفرمان في هذا الخضم أول ما يقل أول ما ندخل النار فلان وفلان وفلان فليقوم وإذا الناس تشعر تلتهب يجثون من الركب من الخوف هذه معروفة الناس اللي عايشين في السجون واللي جربوا السجون والتعذيب قد يكون هو ما معذبه بس يخلوهم مكان ويسمع الصراخ يعذبون واحد من يعرفه أو ما يعرفه وواحد يعذبه بورفة ثانية يسمع الضرب يسمع الصراخ يسمع كذا هذا الثاني اللي ما علي تعذيب بس يسمع الصراخ يجثو على ركبتي ومعدته تمغصها كذا وينحني ينحني إلى أن ينكبع الأرض من شدة الألم لسماعي هذا الصراخ فكيف لو رأوه في جهنم يا الله يا رب عفوك ورضاك أرض علي أول ثلاثة يدخلون النار أولا أمير المسلط هذا أول واحد كان ملك أمير نعوذ بالله منه أذاق شعبه الهوان والجوع والفقر والعدام والتعذيب يعني عمل فيهم العمائل هذا هذا طبعا كلهم يطلبوا حق ولهذا رب العالمي عز وجل يفضحه على روز الأشاد قم ادخل النار فالناس تشعر بألم هائل ويأخذهم الفزع الأكبر من هذا الذي يرونه يشوفوك ويتعذب الآن وهناك هناك القوانين أنت وانت جاءت شوفها للجنة ولا للنار على ضخامتها ما في شيء يبنع الرؤية فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد فشوفوه يتعذب يشتوه على الركم من الألم هذا المنظر منه كان أميرا مسلطا قاسيا قاتلا معذبا أجاع شعبه وأفقرهم وذبعهم هذا والمقابل كم سنة عاشهم اليوم أو بعض يوم حتى لو عاش مليون سنة كم لبث قل والله يوم وبعض يوم هل يوم بعض يوم كل هذا العذاب الخالد يا الله يا الله على كل حال نكمل بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر